بس معم بعرف وينك مرتاحة بالبيت ايه؟ طب وتمار انو مي بدي يعمل فيسبوك مي بدي يعمل سوريا الامل مع اه ما ولا لا نور انو سوريا ما في شي بالحقيقة عن جد ما في شي ما يعني اصلا انا حاسس بصراحة انو رح نعمل ما نعرف شو بيصير بالحلقة بس هيتو نور معم يحكي شي اصلا رح نعمل رح نعمل طب طب جنريك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وحدك يا ربي ساكن بقلبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ب disappeared اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعترف ربي بدموع وطوبي بيعدم حبي لغتي والخير بسلخ بضعفه تقبل لتنبيه تقبل حياتي شكرا على كل ما صنعته يدك ولأنك لا تنسى القلب الذي ينسى تقبل حياتي تقبل حياتي تقبل حياتي تقبل حياتي تقبل حياتي تقبل حياتي صاحك سعيد قم30 اشتركوا في القناة 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 عبد المنعم عوض بيقول سلامي وحبي لكم جميعا سلامي لحبيبي رواد حبيبي عبد المنعم بعد إذن مريان ولو يا عبد المنعم وأشكره على ذوقه حتى مع المختلفين معه مما يدل على نبل أخلاقه ورقة مشاعره هذا وهذه شهادة حق لأن الغالبية إن لم يكن الجميع يتصرف بهجوم على الآخر مما يفقده كصديق لا محبة كما فعل رواد رواد فرجة محبة نابعة من قلبه الجميل وكما بيقول تحية للملاك الرقيقة تمار لك أنا هيدا تحية لك يا تمار والرقيقة جيمي شكرا يا عبد المنعم التي أتعلم منها كيف يكون الحب مع أخواتها تمار وجويس وتفضيلها لهن على نفسها وهذا لا يأتي إلا من نفس وروح جميلة ورائعة مثلك يا جيمي واو خجلتني شكرا يا عبد المنعم فأنت مثل الشمعة تنور الآخرين علشان الكهرباء مقطوعة هيدا المثل بلبنان معك محق مية بالمية بقى كتير بالشكة هالكلام الجدا بيخجل عن جد وشكرا لمحبتك في كمانا عنا شي كتير مغضوم ريتا رودريغز بعت صورة كتير مغضومة في مرة كانت عم بتقول إنه حضرة الحلقة يلي كان فيها نور فيت وحيم للمتك وينها المتة؟ راحو كل صور؟ لأ موجودة؟ بع بعضهم عندك؟ ها؟ لازم حلقة الجين جيب وعدنا بقعدة متة بعدها مواعودياً ها خلط حلقة جوية بقى بس تقلكم إنه كانت عم بتقول إنه هيك بقى أحبت كمانا تشارك معنا إنه هي بتحب كتير المتة وهيدا متة مميزة لأنه عليا إيات من الكتاب المقدس حلق ما بقى ممتة فينا نقدر نعمل هيك لا لا طير صخنة بتقول بقى منحرق دمنا بقى مشك كتير ريتا رودريغز وكمانا في عنا من لوان سيمون لوان سيمون طلب بنا إنه نصلي من أجل بيو يلي كان محبوس بقى بس حبيب يشكر الرب لأنه بيو تطلع من الحبوس واو نحنا صلينا هدك الأسبوع لوان تانك يو كتير مبسوطين أنه عن جد الرب يتمجد الرب كمانا بيقول بليز بطلب منكم أنه تصلوا من أجل أمي ومن أجل خي وأختي وميشين الإقامة طبعنا وبشكركم كتير والربي بركن قديش حلو دايما قديش بفرح وقت الناس بتطلب صلاة بترجع بترجع بتشكر الرب من أجل ما صنعه في عنا هلأ سؤال يلي نسأل والشخص هيك حب أنه هو ما ينذكر اسمه بس هو كان عم يحكي يسأل هيدا السؤال نيابة عن أمه وهالسؤال بيقول كيف ممكن قوي من القلق يلي عندي تأشهد للناس أو حتى قديم الكنيسة عن إيماني أو عن محبتي ليسوع وكما كان عم بيقول إنه نيابة عن أمه عم بيقول إنه كتير في خوف إنه الله ما يقبلني بخجلة وبقلقة إنه مش عم بقدر مش عم بقدر إشهد لأله بقى ما بعرف شو إذا عنا شي جواب هيك حدو يمكن يمكن نور عنده بس أنا عندي بدي أول شي بدي أقول لأمه لها الشخص لأنه هي الأم عم بتسأل هيدا السؤال بدي إليك إذا عم تسمعينه إنه 365 مرة الله قيل بالكتاب المقدس لا تخف كل مرة جاي بمحل بقى بدي إليك إنه بيقول الله لألنا كلنا ما تخافوا وقال لك شي أقوى من هيك إذا أنت مفكرة إنه نحنا قوية نحنا ماشي قاعدين على التيفي نحنا ضعاف نحنا بنجي مرات تعبنين يعني بديك تعرفي إنه ما حدا عنده هيدا القوة لما الله عطينا القوة كيف تجي القوة بتجي القوة أنا بالنسبة لألي بشغلة واحدة متواضع أنت وقاعدة ببيتك طلبك اليوم مثل لو أنت أم بس أنت لأ الله بنته الصغيرة طلبك اليوم يقول يا رب بليز ما تخليني خاف خليني أحكي عنك يا رب بليز ما تخليني خاف أول شغلة صدقيني بدم يسوع سكري دم يسوع على أفكارك وفي آية دايما بقولة للكلو أنا بحبها لأن لازم دايما نقولة الآية ما بيروح وقتها أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني هذه من آية أو جملة من الكتاب المقدس أحد من الرسل إله حسب ما بعرف هو بتخيل البولوس مظبوط هذه الآية منا جاية بس تنزق نقرية هذه الآية إليك وإلي ولا نور ولا جيني قولي أنت عم تصلي يا رب أنا مش قادرة بس أنا رح أهلن بإيمان أنه أنا أستطيع بيسوع فيك يا رب أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني وصدقيني رح يجيك قوة رهيبة هلأ موضوع اللي تحسي حالك غلط أو أنت ضعيفة يمكن ما بعرف شو ما يرأى بالحياة أو بتجيمي إذا بتشوفي وجهة عم تقول أبدا ممنوع تحسي حالك غلط نحنا أصلا كنا ناس إجا الطبيب تايش فينا من طبيب يسوع ما إجا للناس الأبرار أصلا ما في ناس أبرار إجا للناس اللي هن منن أصحاء أو عندن مشاكل مشاكل جواتهم هي مش المشاكل البسطة يعطينا ضوة وتروح الحرارة عننا المشاكل اللي هي مخاوف الحياة الأيود أو السناسل عقد الحياة اللي اشتعى علينا وخلتنا نخاف ونروح ونهرب الإدمان تبعنا إجا يسوع الطبيب اللي عم بيقلك إلك ولا إلي ولا نور ولا جيمي وعم بأكدلك هيدا الأمور لأنه إذا أنت بتعرفي عن حياتي السابقة نسألت نسألت مرة من كنت عم بقاعد أنا وصحر بوجه لها تحية صديقة لقالي بيست سفن سمعتني عم بحكي بأمسية تسبيح وعبادة وعم بخبر وقال إف لو بيعرفوا الناس أنا شو عامل كانوا بيرجموني وقالت لي صحر هلقد أنت عامل؟ كل واحد هلقد هو عامل كل واحد لحاله هو عامل كتير بس أنا قلت له لسحرت شفت ليه بحبها الأد يسوع لأنه يسوع حررني وما عادي يخليني اتذكر أنه أنا عامل وتهرني بدم وميت عني عن الصليب وفي أي بتقول أنا بزد خطاياكم بأعماق البحار وبنساها ياريت الأية بقدر جيبه بيقول الله أنه أنا كل خطاياكم بتنزد بأعماق البحار وبنساها انتسقت وتغسرت بدم يسوع ما تخلي الشيطان إن شاء الله تكوني عم تسمعيني ما تخلي الشيطان يقولك بعقلك أنت منك منيحة وأنت مش عاملة والله هو تتقبلك هيك مية بالمية إجا الله خبرنا كتير قصص برجع بزيد لك شغلة واحدة تعرفي أنه مريم المجدلية فيها كان سبع أرواح مش بس كانت شريرة أو عاملة خطايا بحياتها مثلنا كلنا كان سكنا سبع أرواح والله طرد منه هو السبع أرواح أنا بتخيل ما فيك سبع أرواح بس إذا سكناتك حتى الأرواح بتصلي بدم يسوع والناس بيصلوا لك بعرف أنه ما فيه أرواح عم بروحها على الآخر وعرفي أنه الرب رح يحرر إك تعرفي عمين ظهر الله من أول وقت انتصر على الموت أول حدا شافه شاف مريم المجدلية تيقلنا شغلة أنه ما حدا ما ظهر عند أطهر واحد يمكن كان أنا لأقلي بعقلي لازم يظهر على أمه مريم العزراء أو لازم يظهر على يحنى الحبيب صديقه اللي منعرف أنه يحنى ما منتذكر أكيد عنده خطايا بس ما منتذكر خطايا واضحة أكيد بكرة منعرف بقى الله ظهر على مريم المجدلية تيوصي رسالة إلنا وإلك أنه نحن اطهرنا بدم يسوع يسوع بحب الأضعف واحد فينا بس المهم واحد أنه تجل عنده تنسكبه بإنكسار وتقري له اشتغل فيه ونقينه ويمكن تأخذ الأمور أيام ويمكن تأخذ أشهر ويمكن تأخذ سنين بقى ضلك منك مستسلمة والله هلقات بيحبك بليز وقتا رح تقوي وتصلي هؤل الصلاوات وإبنك المنحب واللي هو كمان زاكر اسمه بيساعدك بالصلاة رح تصال النهار تخبرين بعتي لنا إيميل وشوفة قدية رح تكون قوية مثلنا لأننا كلنا قوية بيسوا بس أنا حبيت زيد شي قديش حلو أنه بفكرنا ونأمن بهذا الشي أنه يارب أنا بدي أتجاوز هذا القلق يارب القلق القلق بدي أتجاوز هذا الخوف بس تعرف فيه إش خطوات هيك على الأرض ممكن الواحد يعملها يالي أنا شخصيا كنت أعملها أنا كنت كثير كمان أخاف بقى إذا بقول مثلا أنا بليش مثلا إذا بدي أعمل إذا بدي شارك شهدتي مع حدا ممكن بليش مع شخص أو شخصين هيدا الشي بيقويني تصير أعرف شو بدي أقول تصير أعرف شو بدي أحكي يعني ومن بعدها بصير كمانا تصير شارك أكتر مع خمسة أكتر مع عشرة بعدين بيصير في عني هيدا الجرقة إنه أحكي وبعدين ممكن كمانا حط برأس بفكري شو القشر بدي أحكيها هيدا كمانا شي تاني أو إذا كنت أنا عم بحكي قدام الكنيسة وعم بشهد ممكن يكون في شخص كتير برتحله ممكن بلش بهيدا الشخص سير تطلع فيه وهيدا الشخص ممكن يبتسملي أنا حتى بشوف حالي على المسرح وقتا نكون فيه أشخاص بيحسسوك أنه ترتحلون حتى ممكن تكون خايف ممكن تكون الآن كيف بديراني مباركة غالبت باركي ناس اضحكت علي باركي قلت شي غلط بس وقت الواحد يطلع وقت الواحد يطلع على شخص معين شخص بيوسق فيه شخص بيحسسه براحة هيدا الشخص بيعطيه هالأمانة تيبلش يحكي مية بالمية قديش حلو الواحد عن جد يعرف بفكره يكون عنده الإيمان وأكيد الرب بده يشتغل بحياتنا إذا نحنا نسمح له بس في كمانا خطوات عملية لازم يكون عنا الجرأة إنه نقول يا رب أنا إخدا هيدا الخطوة ساعدني وبتعارفة مرات تذكرتك كان عندك ميزة قبل ما تحكي وحدة واضحة هاي عم قول أقدام الكل محبتك مرات الإنسان ما بيحكي بيبرز محبة طبيعية حقية منه اللي هو الله سيكفي فيك هالمحبة الجيمي ونتذكر يمكن وقتا كنا نقعد سواع منتعشى كل الفريق تقوم الجيمي الوحيدة أول وحدة اللي تشيل كل الأمور عن الطاولة تتساعدنا لأن إحنا تعبنين هيدا أول خطوة إنك بعد ما حكيتي عن يسو يتطلع الشخص ويقول هل ست أو هالبنت أو هالامرأة مميزة فيها شي غريب حيبي بأنا أسأله وبس يشي حدا يسألك أكيد رح ما تكون مستحية وتجاب أول جواب أنه مية بالمية يعني تعرف كتير وقتا ممكن الواحد يحس حاله أنه بزنب أنه يا رب أنا مع مخبر حدا عنك بس تعرف أول طريقة ممكن الواحد يشوف مكتنا أنت رواد هي الطريقة اللي نحن نتعامل فيها مع الآخرين في هيك مثل بيقول انتبهوا كيف تعيشوا لأنه لبعض من الأشخاص ممكن تكونوا الكتاب المؤدس الوحيدي اللي بيقروه مشان هيك دائما أفعالنا هي أو قيطة بتكون أقوى أو عليها شو بيقوله إمباكت عليها إمباكت يعني شيء يعني عاكل أحوال فيها فعالية أكتر وتالواحد يشوفك عم بتعيش هالحياة بش بس أنا عم تحكي عنا انت حبيب تقول شيء هلا أنا ما عندي كثير بهذا الموضوع يمكن أنا اللي بتشارك فيه مع الاختي اللي شاركتني أنا بوقت كثير معي كنت بفكر مثلك كان عندي هذه النظرة اني أنا مش اني عندي قلق أو خوف بس كنت أقول هيك اني أنا ما فيني يخبر عن يسوع فيس تو فيس يعني مع انه أقعد مع شخص وأقعد خبره عن يسوع في ناس عنده هذه الموهبة أنا يمكن أنا عم قود تسبيح أقدر خبر حدا أقدر شارك شيء بس مش شخص لشخص بعدين اكتشفت أنه الموضوع هو أساسا مش مني لأني أنا عم طلع على حالي وعمقول أني أنا ما بقدر لأني أنا ما بعرف يمكن رتب الآيات مثل ما الناس بترتبون وما بعرف كذا بعدين بوقت معي بعد سنتين أو وقتاتة من إيماني وفي محال ما كنت بتوقع أساسا أني شارك عن يسوع بالعكس لقيت حالي عم شارك عن يسوع وعلاقيت الناس عم تجي تسألني لأني مثل ما قلت كان أول شيء الحياة هي قدامهم عم يشوفون أنه هيدا شخص مختلف عن عن الطريقة اللي هنا المتوقعين أنه المسيحي هو مثلا بعيشها فصاروا يجوا يسألوني أسئلة وصرت شارك بعد ما شارك صرت أستغرب أنه أنا كيف شاركت فالفكرة هي بسدقيني لا أنا ولا أنت قادرين نحكي عن يسوع ولا قادرين نغطي جزء صغير عن يسوع ولا قادرين نعرف شيء ولا قادرين أدما عرفنا وأدما أرينا بالكتاب المقدس بس نحن عن جد ما ما قادرين نعطيه حقه نحن اللي قادرين نعمله هو أنه نشارك يعني غالباً هو أن يشارك معرفتنا نحن اللي صغيرة بيسوع للناس ونشارك معهم الحق في آية كتير حتى تقول يعرفون الحق والحق يحررهم يعني أسهل إسلاح بتعرفي شو هو أنا بوجه نصيحة كمان أنه حفظي آيات آيات بسيطة وبقوات معينا بتلاقي الرب بيجيب حدا بيسألك سؤال بتجاوبه بهذه الآية مثلاً وهذه الآية بتشتغل بقى بحياته على مدى طويل مية بالمية أنا ما زال عم نقول آيات برسالة بورس الرسول الأولى إلى أهل كورانثوس بيقول عدد 28 فوضع الله أناساً في الكنيسة أولاً رسلاً ثانياً أنبياء ثالثاً معلمين ثم قواتاً وبعد ذلك مواهب شفاء أعواناً تدبير وأنواع ألسنة ألعلى الجميع رسل ألعلى الجميع أنبياء ألعلى الجميع معلمون ألعلى الجميع أصحاب قوات ألعلى للجميع مواهب شفاء ألعلى الجميع يتكلمون بألسنة ألعلى الجميع يترجمون ولكن جدوا للمواهب الحسنة وأيضاً أريكم طريقاً أفضل هون لو ما فتنا بعمق الليهوتة تبع هذا الكلام بس بدنا نفهم شغله في الكنيسة في ناس بترنم في ناس بتحكي في ناس محبة في ناس بتحضر أكل بس كلهم هن واحد وكلهم فعالين صحيح ولازم يعرف الإنسان مثل ما قال نور بيوصل مرة وعم نعود نطلع على حالنا وأنا وقادر أنت بتمشي بتكلم من هالكلمة وبتمشي والله بيقودك ويمكن كلمة واحدة تقول ياسوع بحبك ما تبكي إذا شايفي واحد زعلين والروح القدس هو بيكمل مش نحنا قوتنا لأن نحنا هياكل الروح القدس يعني الروح القدس ما سكوب فينا نحنا نعمل واجبنا بس الروح القدس هو رح يشفي ويحرر أمين أمين حلو شونا وسعنا هذا آآ عنا كليب نأخذ كليب أكيد كليب لشمس شكرا شكرا على كل ما صنعته يدك شكرا على كل ما صنعته يدك لا تنسى القلب الذي ينساك وأيضا شكرا لكل ما أعرتني أنا أقف بذهول أمام ما أعطيتني ربي خذ حياتي كلها كذبيحاتي شكرا فقد أخجلني قلبي ألخى لي من أي طهر خذ كل أعمالي فهي لا تساوي الصلبي ولتكن كلماتك شكرا من أعماق القلبي شكرا على كل ما صنعته يدك شكرا على كل ما صنعته يدك شكرا على كل ما صنعته يدك ولأنك لا تنسى القلب الذي ينساك وأيضا شكرا لكل ما أعرتني أنا أقف بذهول أمام ما أعطيتني ربي خذ حياتي كلها كذبيحاتي شكرا فقد أخجلني قلبي ألخى لي من أي طهر خذ كل أعمالي فهي لا تساوي الصلبي ولتكن كلماتك شكرا من أعماق شكرا بالقلبي لكينا هلأ رجعنا وهيك بحب كمين أكمل بعد بالإيميليات أكيد وبدأي واجهة تحية لأبو يحيا اتصلت فينا ونحنا مبسوطين إذا بتحب إنه ما بعرف عندك شي حبي بتقلنا إيه نحنا منحب إنه أنت تتصل وتسأل بس بقلك بمحل معين نحنا نواصل رسالة واضحة ورسالة سلام وهو يسوع هو المخلص وهو الله المتجسد بس نحنا ما رح نفوت كتير لهوتيا معك باللي نحنا نقري من الكتاب المقدس والحابة بيمكن تعرفوا منه نحنا كتير حاضرين إنه تلفلنا ونسمع على الاتصال منك لكن خلينا نكمل من إيميل من رامي ليس على فيسبوك بعتذر صار له فترة رامي ما قدرنا نحنا نقرأ هذا الإيميل بس قلت أكيد اليوم رح نقري بيقول سيد المسيح قدم نفسه كفارة عن خطايا العالم كله كما قال معلمنا القديس يحنى الرسول إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفار لخطيانا ليس لخطيانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا هذا بواحد يحنى 2 ويكون حساب كل هذه الخطايا في دم المسيح الذي يغفرها ويمحوها كما قال الوحي الإلهي في سفر أشعياء النبي كلنا كغنم ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا هذا بقى الشعية 53 ستة رسالة واضحة وصريحة من هو المسيح وشو عمل المسيح بحياتنا في عنا كمانا مسج تانية من أفرام أفرام بعت هيك إمج مهضومة حبيت تفرجيكم إياها لن أتوقف عن صنع الخير لك هذا يسوع يقول لكل شخص أنه أنا مش رح واقف أصنع الخير لأنه أنت أولادي أنت أحبائي وأنا بحبكم كتير في كمانا عنا رح أرجع سوري رح أرجع روح على البوستس باي اوثرز ورح كميل إنه أقرأ بغوث بغوث بلوتاين بيقول هاي أنا بغوث وأنا بحبكم يسوع يبارككم بأبغوث بعتقد هيدا أول مرة بيبعتنا وبيكتب لنا على الفيسبوك على الول هاي بغوث هاي يا بغوث في كمانا مرتين بحب حوت أفرام كتير بحب يشارك معنا بالصور بأبغوث بعتقد هيدا صورة هوا رسمها هاو حلوة هاي دي من أفرام عبيتا في عنا كمانا في عنا من مسيحية اسم مسيحية هنا من الشرق هيدا الفريق بعد هكي كم شغلة نلمسوا منهم وقالوا سلام المسيح أنا كتير بحبكم وأقدم بعض من الكتاباتي لكم هكي أفكار نحن لا نخاف الله لأن الله غير مخيف نحن نحب الله لأن الله محبة مع المسيح أقول الحب بالحب والمسامحة بالمسامحة والغفران بالغفران والبادي أجمل والبادي أجمل إنسان وليس أظلم إنسان أجمل ما في الحياة أن يمترئ داخلك بملكوت وأجمل من هذا أن يكون ملكوتك سماوي وإخي شي بيقول حب إلى النفس الأخير لن أقطع الأمل لأن لا يوجد وقت أو مجال أو اختيار لكي أعود من نقطة البداية وأبحث عن حب جديد الذي وجدته عندك أكثر من استحقاقي يا يسوع كثير حلو لكن من هذا المشي معك القصة منيح كثير حبت لا أبرافو تذكر أنه كنت على سنين على أرباح سنين خبرة نور لدينا هلأ الفيديو اللي حبيته الفيديو؟ مزبوط هو مثل ما قالنا فيديو لطفل صغير بيعاني من مرض نادر وهيدا الطفل عملوا معه مقابلة بمستشفى ومثل ما قالت أنه العنوان كان من أفواه الأطفال أسسته حمداً كان عم يحكي أنه هيدا الطفل كيف عم يشارك حقائق بالإيمان يمكن نحن ككبار اليوم مدارس لهوتية بتوقف عنده كان عم يشاركه بكل بساطة هيدا الطفل عمره 12 سنة عم يحكيه بكل ثقة 11 سنة بكل ثقة وبكل إيمان وبشكل رائع كتير فحبيت شارك هذا الفيديو معكم أكيد في ترجمة هو بالإنجليزية بس في ترجمة نشوف غاربن 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 was born on the 20th of March 1973 he was handicapped at birth and nearly died as he failed to start breathing he was later confined to a special baby unit in Kingston Hospital until he was well enough to be taken home but his health did not improve and he was later admitted to the children's hospital at Great Ormond Street and there it was diagnosed that he had a very rare and fatal bone marrow disease known as Fanconi's anemia مصدر بعد الآن من عاملا عاملتها في ذلك قبل قدمج هلونة تحريرك في محاربات تحرير الموضوع وحراء لحظة حول مصدر و حيات بطلقون طفلان ونطورة الأخبار كانت في العاملية تحريرتون بمتاقي المتحدة لتحرير وقالتها في المسطنة وقالت قلع في حسنة تحريرك وقلع الإنسان وقلع بأنه ستقلت لقاء أنا أصدقاء عن الوزنة لديها أوليسة لديها في المرة أوليسة لديها وأيضاً لديها أصدقاء لديها أوليسة لديها لديها أوليسة لديها ويجب أن تجد ذلك المطلوبة ماهي تصدقاء تصدقاء؟ علبة موظργEE بعض ربان مرخ شرط determinant妳 frente نفس الأمر enas حياتي itti أعطيزي الأكور post أحيّب من الجوامد وانت ومعamo عنها عندما كانت أئت حول ذلك. و نحن ذلك من ذلك. عندما تعتقد أنها تتعوى أنت تُعجب ستعمل؟ أحيانا 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 أحيانا. كان ربما أحيانا. هل تحقايا أنت تحقايا؟ لقد تحقايا. تحقايا. وحب محلوك أنني أريد أن أذهب إلى هناك لأنني أعتقد أن هناك محلوك بعد ذلك ما تعتقد أنت حيوك أنت حيوك؟ أعتقد أنت حيوك أنت حيوة، حيوة، لا يحوك لا تحوك، محلوك، حيوة، فقط حيوة، و ا Believe I Believe In A Christ A Loving Jesus And this Loving Jesus Who I love And who I Think To be A very special Person To Me He's A special Friend To Me And He's Always got his Arms Outstretched I Always Believe He Has His Arms Outstretched To Me Whenever I'm In Trouble So There's A Lot To Thank Thank God أعتقد أنت بشكل جيدًا ببعض أنا أعتقد أنه سيئًا لأنه هو هو الإنجاب والذي يتبعون هذا ببعض يشاركه مباشرة 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 في المتحدة المباشرة وهذا مباشرة ويجب أن أتبع أن أتبعه ويجب أن أتبعه ويجب أن أتبعه كل يوم ما يجب أن يحدث فيك عندما يموت؟ هذا هو فقط هذا هو فقط ليس هناك ويجب أن أتبعه بإعجابة وهذا فرقه وهذا المباشرة ويهدف أن نحن نتعرفاً إنه مثل الدكتور يقولون أن يخبرك كما يقولون أن تقلقون بكثيرها و أن تذهب إلى المدينة ثم تقلقون بكثيرها و تجد أن تجد أن تكون في مكان جميلة وكما تريد أن تقلقوا بكثيرها و تكون معه جميلة وعندما يقدمون من المشاهدة التي أعرف في هذه الأرض يعتقد أنهم هم أخذهبوا إلى الله ودعا أنني أتمنى أنني أردتهم ودعوا لي وقتها ونرى أفعلها لاتين أخذتهم كم نحن دعا في نهاي خانم أمل أوف ترحلها به الطيبة ويحجب أنثبها وثائب مجدد أيته ويحافظت أني قللت سيئة جديد وصلت لجميع هذه المسؤولات التي تشاهده وإنك تعتبر بكما سيكون الجديد من الوحيدات هل يشاركتش موجودًا؟ إلا أنت موجودًا؟ إنه جميعًا سعيدًا لكنني أقرأني أنه يوجد جيدًا سيدنا وفاول ما يحتمونك أنه سيجده وأقرأني أنه سيحيدًا وأنني سيكون موجودًا لو أنني سيكون موجودًا ويجب أن تظهر بسيطة فيه ويجب أن يكون هناك لما يمكن أن ترىني لكن سأكون هناك نستمر بسيطة بالراحة ويواجهون للأسفة كل الأوقت شكراً لكي نور شكراً لكي نور شكراً لكي نور إذاً إنساني فقط سأذهب إلى إدوس ما عام يتكلم فيه ما يقول منعرف انه يسوع في الوسط بس وقتها نطلع ما بيعود حدا يقدر يكون هون بس مش هيدا المهم فرحان انه رح يرجع يلتقب كل اللي بيحبه نفوق الان بيأمنوا بيسوع المسيح تما اتأخر عن حيث الصديق جديد لقلنا هو ابو يحيا بيقول لك مساء الخير ابو يحيا مساء الله يا مرحبا انت شفير العلا كيف حالك انت يا مرحبا يا شفير العلا احب شارك بالبرنامج فضل احب احب يعني ان اقول ان المسلمين يحبون المسيح ويحبون العذراء وعندنا سورة كاملة في القرآن اسمها سورة مريم والذي لا يحب المسيح عند المسلمين لا يحب محمد صلى الله عليه وسلم والذي يكفر بنبوة ويعتركون بان مولود ان المسيح مولود معجزة من معجزات الله لكن يؤمنون بي كما يؤمن يعني كما يتحدث الانجيل عنه يعني يؤمنون انه رسول الله أجرى سبحانه وتعالى المعجزات على يده كما يقول بطرس وهو من كبار تلاميذ يسوع في اعمال الرسل 2 على 22 يقول ان يسوع الناطري رجل ايده الله بمعجزات وعجائب وعلامات اجراها على يديه يعني هذا من كبار تلاميذ يسوع يقول ان يسوع رجل ايده الله وكذلك القرآن يقول ان يسوع الله سبحانه وتعالى وكذا اجرى الآيات والمعجزات على يديه ويسوع يقول عن نفسي في يوحنى كما اسلف انه يقول انا انسان ولكنكم تسعون الى قتلي وكلا تكون بالحق الذي تمعته من الله فلو كان اله يعني انا اخبر كل مسيحي يعني لو كان اله كيف يقول بطرس يقول ان الله اجرى المعجزات على يديه ويقول هو يسوع في يوحنى 5 على 37 يقول والاب الذي ارسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته طب ولم تروا هيئته فلو كان يسوع هو الله وهو مقابيل الناس وادف يتكلم وينظرون اليه كان الناس قالوا انت الاله كيف تقول لم تسمعوا صوته ولم تبصروا هذا في يوحنى 5 على 37 وان كان لاجر انه احياء الموتة تقولون عنه اله فهذا يشع في ملوك الثاني اربعة على اثنين وعشرين الملك يوشع النبي يوشع احياء الصبي احياء الصبي ابو يحياء انا حسك اول شي انه في صداءة بيني وبينك ايه او لا نعم نعم اكيد انا احذ لك الخير واحذ لكل مسيحي احذ له الخير والله ما انا هيك بدي اقول لك لحظة بدي اسألك سؤال لا يعطي بدي اسألك سؤال اوكي انت اليوم بمحبتك وبإيمانك لانك بتحبنا عم بتجرب كأنه تهدينا او توصلنا على شي انت مأمن في ايه او لا الله نعم اوصل لك على الانجيل الذي انت تؤمن بي هذا من الكلام الانجيل الذي انت تؤمن بي انا قرأ لك انا انا بقول لك انه هلأ في اوكي انا في يقول لك اي ضغري بلا ما فوت على الانجيل لانه في عدة ايات رح قل لك اي بكل هيك متل ولد صغير بيقول ياسوع انا هو الطريق والحق والحياة من امن بي ومات فسوف يحيى اوكي في كتير ايات اذا بنا نقعد نحكي فيها انا وياك يا راتكت هون باللبنان انا قعد انا وياك لان انت ما بتعرف ادي انا عندي اصدقاء اسلام نقعد نحكي انا وياهون وراح قل لك شغلة وحدة تنلفط نظرنا لبعض تتذكر هديك الحلقة انا صليتلك مظبوط وقلت يا ابو يحيى انت وعم تسمعني اذا انت شايف فيك محبة لالي انا هيك حسيته لالنا اذا انت عم تسمعني اجيد والله انا صليتلك لكن بس اسمح لي اذا ما حصل لا وما حد قاطعك اسمح لا ما انا انا بعيد ان الله سبحانه وتعالى يهديك لكن يعني ما معقولة يعني فاقد الشيء لا يعطي قالي لما اشوفك انت اماني انسان وانت تقول على نفسك انسان يهلي من المعقولة ومن العقل تقول اللهم اجعله يراني اله هذا بطلس وهو المسيح نفسه يقول ويقول وذلك اليوم وتلك الساعة لا يعلمها الابن ولا حتى الملائكة المقربين ان كان هو الله كيف لا يعلم بالساعة ويقول هذا في انجيل يوحن خمس اسمح لي على تصفات عشر ان الابن لا يقدر ان يعمل من نفسه شيء لا يقدر لا يقدر ان يعمل شيء فكيف هو الله ولا يقدر ان يفعل شيء فاني احب يعني كل مسيح يبحث بالانجيل والله من الجلد للجلد الاولى مرة المسيح ما قال الآن اله يعني قرأ عليه الله ما رأيك بالإيه اللي كاتت عم بتقول ان المسيح كلمة والله نحنا وصل نحنا وصل لإلنا اللي انت حابب تقوله اللي بدي أقول لك يه بدي أشكك أول شيء ع اتصالك خليك معي بريس على الهوة بدي أقول لك يه رح نقرأ أمور أنا سمعت لك يعني قد ما رح تقول لي ايات تعرف انه الانجيل والكتاب المقدس هو موحى به من الروح القدس هو ميزان ما فينا نلقت اية من حتى واحدة هلأ في ايات تانية انا قلتلك بيقول ياسوع انا هو الطريق والحق والحياة من امن بي ومات فسوف يحيى بقى هاي دي الاية انت مرأت لك بطريقة اه يعني ما سمعتها ضلت مصر على رأيك و جيمي عندها اية بس بدي قلت لك شغلة وحدة ما عندي اية ايه انا بدي قلت لك شغلة وحدة حبيت عب قلت لك بكل صدق بتعرف بس بنتطلع ببعض نسمة على بعض حبيت عم بتنبش عم عم تقرأ تعجبت انه كأنه في تايكون عندك ايات من الانجيل عم بتقولون يعني انت عم تقرأ انا عندي سقة وايمان ومشان هيك قلتلك بياسوع المسيح انت رح تعرفه ورح تعرف وتأكد انه ياسوع هو الله وانت فيك تصليلي وتقلي انه الله اللي انا عم قول عنه ياسوع المسيح منه موجود فيه فيه الهك اللي انت عم بتعفده خلينا نقول الهك اله لانه نحن الله هو اب ابن وروح كدس اله واحد الله عندك يختلف كليا لالله واحده وياسوع هو نبي بقى ما فينا نقول كتير كتير صعبة وما نتضحك على بعض فيه يقول هل قد بحبك وبحترمك بس ما فيه يقول بآمن ذات الامان لتنيناتنا من امنه انت فيك تصلي بس هل عم قلت لك ايها وانا فيه يصلين احنا رح نقول لك ايات بتبرهن انه ياسوع هو الله ورح جيب لك حلقة الشيعة الاكيد وعد باول الحلقة بدي افتتح بعدة ايات بتقول ياسوع هو الله واذا نكرنا القاب كأنه مش عم ننكر ياسوع اذا نكرنا ياسوع يعني كأنه نكرنا القاب بقى لك شغلة واحدة بكل بساطة انا عندي اصدقاء اسلام الحقيقة كلها بتشبه بعدها من عدا شغلة الله نفخ روحه بيقول بالاسلام بمريم العذراء وايجا ياسوع انا سألت صديق مسلم هو هو بيحكي وياسوع او النبي عيسى عند الاسلام عم بيحكي هو الديان ونحنا عنا وايضا سيأتي بمجد عظيم ليادينا الاحياء والاموات بس اختلا فيت شغلة واحدة انه بهالليلة الغريبة اللي انصلاب فيها الاسلام قاله انه شبها بهي وانا المسيحية اعترا فيتوار روح القدس والكتاب اللي الكتاب المقدس بيقول انه هو الله رح اقل لك كلمة واحدة بتخليك تسأل سؤال ما نحكي الليلة مع بعض ونجاوب بعض بس انت فكر فيها لا إلي اذا الله ما ننزل على الارض وحسب اوجعنا لقالي انا الله ما انه هالقد انسان كامل لانه كان نقصه انه يحس بوجعنا مش يكون قاعد على كرسي فوق وعم يحكينا مواعز عمله وعمله وهو وهو ما عمل شي هو قالنا حبه اعداءكن هو سامح اعداءه هو قال حبه الخطاط لان انا حبيتهم هو قاعد مع الخطاط والناس كلها انتقادته كل شي الله قاله بالكتاب المقدس تجسده بيسوع المسيح وعمله على الارض تمييش يكون قاعد دايما على كرسي على الكرسي بالسماء ويقول عمله هيك بس انا ما بعمل شي في اية بتقول هو حس بالناس المجربين بالخطيئة او بالتجرب لانهو تجرب ومنعرف قصة يسوع وقتا اجع عليه الشيطان هو صايم وصار يقل له بعطيك كل اموال الدنيا بس صوت لقلي اللي بدي يقول لك يا الله عنا انا بقول ما فيه كتير كتير بيقوله الله رحوم الله محب انا لقلي الله ما فيه يكون محب لو ما نزل على الارض وحس بيه اوجينا وتعذب لانه محب لوحده فوق بالنسبة لقلي في شي ناقص كت انا بحزو في كلمة الله محب بتحمل هالكلامنا عم بقوله شخصيا انا الله محب وقتا بشوفه انه نزل اخد كل خطيانا وقال كرمي لكن انا رحموت هيدا انا لقلي كمة المحبة بقى صفات الله اكتملت عندي بهيدا شي انه مش بيقعد فوق وبيقلنا عمله وعمله بينزل الله لتحت وبيكون مكسور وانت كت عم بتقول شغلي هديك المرة انا ما انتبهت عليها بس بدي قللك ايها كت عم بتقول ومعك حق مريم العذراء كانت ما تلبس او تتبرج بكحل او بامور تانية ما رح نفوت بهيدا الموضوع كتير بس بدي قللك شي في كتير وصايا من الله رح قللك بالدين الاسلامي او بالمسيحي هل نحنا كناس كاملين تنطبق الوصايا بالقرآن او بالكتاب المقدس من الجلدة للجلدة بقللك انه رح نضل اضعاف ورح نضل نقصين ويمكن اذا بدك ترجع للتاب المقدس القديم لازم كل النساء يمكن تحط هيك على شعراتك وما تحط ميك اوب ولا شي رح روح معك على الاخر بس بقللك ولا انت بدين عندك ولا انا بايمان المسيحي رح اقدر طبق الانجين من الجلدة للجلدة او انت تطبق الكرآن لانه اذا طبقناه منصير آلهة ونحنا مش آلهة نحنا منسعة نكون قدسين بس رح يضل عنا ضعوفات حبيت تقول لك انه ما رح يكون كل شي كامل لا بشكلنا ولا بروحنا ولا بشي الله كامل ونحن ومش كاملين انا كمان حب ضيف ع 뚫ع الشي صغير اللي انت قلته توضحه كمان انت ما يكون مفهم غلط من اللي انت قلته الله محب، الله عنده هادي المحبة بس لا يبرهن محبته نزاعها العرض مش لانا هو بده يورج نحن انا محب هو الحتى يبرهن المحبة ولا حتى ما يكون متل ما انت هذا اللي حبيت أنت تقوله وكمان بدي أقول له الشغلة لأخينا أبو يحيا أنه أنا ما فيني أخذ آيات من الإنجيل وأمشي معك هيك لأنه ما منوصل لنتيجة صدقني ما منوصل لحال نأخذ من كل ديانة مقطع مقطع ومنقول أنه هيك عم بيقول وهيك عم بيقول أنا رح أقول لك شي الله قال عني يا سعادة هو ابني الحبيب الذي بيهسر مكتوبة بإنجيل متر صحة الثالث انفتحت السماوات وصوت من السماء قال هذا هو ابني الحبيب الله قال هذا هو ابني فنحن ليش كمان إذا إذا أنت ما بدك تاخد اللي نحن الله قال أنه هيدا هو ابني في كتير محلات حتى بيقول الشياطين قالت له أنت ابن العلي فكيف أنا اليوم بدي أجي أنكر أنه هو منو ابن الله لا هيدا بنختلف معاك في مرة تانية بكل محبة ما تمنعني أوريكو أنه نحن في كتير آيات ويمكن حال أجال فينا جمع شوي ونرجع نشارك عنه أنه كيف هو وعندها جيميك جيمي عندك كمينة بمتة المتة الإصحاحة 16 بالعدد 13 بقول ولما وصل يسوع إلى نواحي قيصرية قيصرية فليبوس سأل تلميذه من هو ابن الإنسان في رأي الناس عميحي من هو فأجابوا بعضهم يقول يحنى المعمدان وبعضهم يقول إليا وغيرهم يقول إرميا أو أحد الأنبياء فقال لهم ومن أنا في رأيكم أنتم فأجاب سمعان بطرس أنت المسيح ابن الله الحي فقال له يسوع هنيئا لك يا سمعان بن يونة ما كشف لك هذه الحقيقة أحد من البشر بل أبي الذي في السماوات لكن بترجع بتقية وتيقراها بركة عنده الكتاب لمقدس من وين أكيد متة الإصحاح 16 والأي أو العدد 13 لكن بدي أقول يا أبو يحيا كتير مبساط باتصالك وبرجع بقولك صدقني عندك قلب محب وراقي بحب أنا كتير أحكي هيك ويمكن مرات ما نوصل لأقتنع ولا أنت تقتنع بس عنا قوة واحدة هاي كت عم جارب إسألك إياها وإنت ما خليتني وأنا سكت لأنه ما بدي نترك على الخط عندك قوة أنه بأ الله فيك تصليلي والله بيقوته لخلق الأكوان يهديني أو يوصلني لطريق الحق اللي أنت عم تقول عنا وأنا عندي قوة مش بيقوتي أنه بيسوع المسيح وهو الله المتجسد بيسوع أنه صلي باسم يسوع ويقدر أنا أنا قل لك أنه هو الحقيقة وهو هي المسك هاي دي بحس آخر شي أحسن 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 شي نقدر نقوله لبعض وعن جد أنا مبسوط فيك كتير كتير بحبك نور عندك بعد كنت عم تسأل عن الآية اللي بتقول لك فتحت بإنجيل يوحنى الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكت على غضب الله لكن رجيل يوحنى لصحة الثالث عدد 36 وبدأ يا أبو يحيا تفكر فيه أنت بدك تهدي الأشخاص بس لأنه خلقت هيك وبتفكر هيك أو أنت عن جد عم تسأل إذا عم تسأل أنا بدي أكد لك ألوف من الميات أنه رح يجي الجواب واضح بكل تواضع رح قل لك ومحبة أنه يسوع المسيح هو المخلص ورح يلمسك ورح تعرف أنه هو عم يسمع لك كتير منبسط باتصالك وبشكرك اتصال يعني اتصال كمانا من ماريا ماريا صار يصار لنا زمين ناطرينك بقلك مساء الخير ألو هاي بمصورين كيفكم نشكر الله كيفك أنت يا ماريا نحن تقتلكم نحن في الأكتر اليوم خب أحكي عن موضوع كتير خلو وهيك مسوئ تفضلي عند الفئة كتير مقربة إلي ما بنت سمي اسمها بس بعرف أنها عم تمرق فترة كتير شعبة يعني أوقات التحكيل الشواتة تفضفد وهيك نفسيتها تعباني مرة سألتني أنه هي أحسي حالة واطية وأنه أنا منيخة بالحياة وهيك وحب أنه تلتت حياة تفتح صفحة جديدة لأنه هي مش حسي حالة أنه كاملة بواجه الرب فبشه الرب فأنا صليت لها لها البنت وليكوا الصدع الشو صار مبارح كنت عم بفتح يوتيوب إمتل إيد فيديو مكتوب عليه I was born to be somebody إمت أنا فتت على هيدا الفيديو طلعت أنه مثل نوع ترنيمة كلها تفاعل وكلها محبة وسلام وعنجد يعني كان في واحد شفت حاطة كومنت خيب أمله بس بس ما هالترنيمة عنجد صار عنده أمل يعني أنا بس بعتت لها إيها لهالغنير أو هالترنيمة لرفيقتي هيك أنه صار عنده أمل لأنه أنا طلبت من الله قلت له بس ساعتيا شي أنه يصير عنده أمل عرفته كيف يعني مثل ترنيمة كتاب أنه هيك يصير عنده شيء تفاعل لأنه نفسي دعو على الأرض يعني وهلأ كيف صارت نعم هلأ كيف صارت رفيقتك سمعتها لا اتصالي ما هيدعى سمعة الاتصال لأنه هي بثنين بكير لا مش الاتصال أنت بعطي لها الترنيمة وهي سمعتها أم هي سمعتها للترنيمة كتير 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 حبتها يعني بعدين شفتها تاني يوم أنه كانت هيك متأسرة متأسرة وعم تبكي هيك دمعت شوات بس مو فرح يعني كثير حلو صليتنا لرب قلتنا وبس بعطلها شيء أنه ما يكون عندها خيبة أمل لأنه أنا كثير نصحتها وكثير دعشتها للبنت وبتمنى أنه اليوم أنا نرنملكون هالترنيمة عمزات كثير بتأثر وحلوة أكيد يلا عم نسمع الترنيمة وخد الطبقة على الوقتها تكون جايبتها شوف كيف صليت ترنيمة الجيمي هديك الأسبوع أو القبل وزبطت يلا أكيد مساعدة there's a dream in my soul a fun Francesco inside me there's a me no one knows waiting to be set free I'm gonna see the day I can feel it I can taste it changes coming my way I was born to be somebody موسيقى 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 ماريا. ماريا كتير حلوة. بدي كتير اشكرك ماريا عا اتصالك. بنبسط دائما باتصالك. وبدي اقول لك يمكن اول اول حلقة كنا عم نفتتح بام عم بتقول كيف ده تقدر تخدم. اه كمان ازا بعد الام عم او تحكي عن الرب كمان ازا عم تسمعنا الام بكل بساطة متل ما وصلناه لك ماريا قدي صغيرة قدرت شافت رفيقتها يمكن سمعت ترنيمة بعتتها لرفقتها تحت ترنيمة تعزيها. وفيك انت كمان جارتك او صديقة لقليك تبلش بخطوة صغيرة متل ما اقلت جيمي. وهي ده هي الخبرية. شو عنديك هلا جيمي من روح. انا صراحة شفت انستائلك. يلا. بس تير حابي شوف انستائلك. هابة. وايه. يلا. طب لاي. خلونا نشوف ياميرنا انستائلك. مين مين بعت لنا. لكان انستائلك تنشوف اول صورة. شو هي اول صورة بتقط حطوا لنا لكن عم نشوف صور هون من لبنان من اصدقاء لقلنا. هيدا ابنة لارنا. صحيح. كان عيد بنتها الصغيرة. اكيد. او لا. هيدا جو سلام خطيبته كمانا. هيدا انا وابنه لجو. جاد. جاد. اصدقاء لقلنا كمان عم نشوف هون اصدقاء. جو سلام خطيبته كمان. ايه نيكولام عوض عملنا فلو على مني لك. لكينا عم نيكولام اصدقاء ومنقلو هابي برزدي كمان. اصدقاء كمان لقلنا ما بعرف مين. بيبي كل اسبوع بيطلع يمكن معنا هو بتخيل. كمان هيدا هو صحتان. ممكن كان لازم نقري على العلي بس ما لحقنا معلي. كمان اصدقاء لقلنا. مين معنا بالصورة اه ما بعرف. لكان من وجانهم تحية هي وبية يمكن. كمانا. اصدقاء لقلنا. عنا كتير اصدقاء. امان با. امان با. امان با. اصدقاءنا. لكن ايه حلوة هيدا. هيدا من وين ما منقدر نعرف. كمان. ناتالين. ناتالي شارطوني. بعت هيدا الصورة اكيد. تلميز شو هيدا. كولور دي كارنيفال. اه برافو تيمي. برافو تيميز على بحيرة القرعون حاسس انا. هيدا شيش لحمة او طبوء. لحمة او طبوء او طبوء احمر. كمان اشخاص اصدقاء لقلنا بس ما بعرف مين. من وشه لهم تحية لو ما معرفهم سارة. جدعون. جدعون. ايه وليدها لريما مخلص. بيدلا وسكافلي. لكن هؤلهم الصور. شكرا نور على تحضير انستاك لأسبوع. اذا بدك انا قريت هيدا بالانجليزي وكنت عم جربك اقول. انو الناس ممكن يقزونا بس الله هو يهيلز اسف يشفينا. الناس ممكن يخلونا يشوفو انو نحن غلطانين بس الرب الله بيبررنا. ممكن الناس تحكم علينا بس الله بيقبلنا. كما نحن. بقى هيك الحلوين هو ليه. لكن من نروح على كليب؟ خلينا نروح على كليب اكيد. هذا الكليب هو عليك ونادي باتد. اسبوع الماضي حضرنيه لأول مرة. بقى اكيد رح نجع نحضره مرة تانية. بالمغربة. شوفا صاحبي حاتم انا بغيت متكلم معك وبصراحة. قولي يا صاحبي انا كنس معك. انت تتعرفني. وانا صاحبك. في الحقيقة انا مرتاحش في حياتي. علاش اشوقاء. انت عارف عندي كل شي. ومحتاج الوالو. ولكن من؟ انت عارف يا صاحبي. انا كنت بحالك. وكان عندي نفس المجاكل. ولكن الحل هو في المسيح. من غيره ما كان والو. هو ديما كلمة كلمة تتكلمني في المسيح في المسيح. انت عصبتيني. في المسيح. وعليك. نادي ومسيح. رح جاء. تلقى في المسيح. دوه يدني عش عين. فتكدس المال كنت عين. ما نقول خير الله راح دعين. في يوم وانا في منامي غرقانش. فتلموت من نهربان نبكي. ولا عمرين ضمان. وفقت على الصوت الماضي. انا المسيح ولي فدحية. تعطيتك وانا عراضي. قال انا الطرق. الحق هو الحياة. توبت باني تبقى نجا تضمن الجنة بعد المامات. من يوم امنت وباني ارتاحها. اوفت من العشة في الصلاح ويامي. سبحت كلها فراح. عليك النادي وانصيح. رح تتلقى في المسيح. وليك النادي وانصيح. رح تتلقى في المسيح. وليك النادي وانصيح. رح تتلقى في المسيح. قوي قلبك يا انسان. من المحنا ويتشكاك. لو تعرف داك اليوم. يوم المجد والسلطان. يوم اليقاء المسيح. كيف قالوا ناس من غير المية. يوم حبة يسوع. يسوع المختار. محبة تقلبون الفقير المحتاج. حن تقلبون الخاطر والضال. يعني مهموم ومحتار غير السورة. تلقى وغير الضقيف. تحليك نوت السلب وراح تلقى. يوم تفكار ورا تفكار. تفكار في الليفات. مصار ومحسون. يوم على يوم. في عشرة ابنيس. أمرها ما تدوم. يحطم في حياتك. يطيح من جهارك. قدم الله. قدم الله. عليك النادي وانصيح. رح تتلقى في المسيح. ممشرة. ممشرة. من جهارك كي وانصيح. عشرة بناني وانصيح. تتلقى في المسيح. معين ممشرة. من جهارك كي وانصيح. تتلقى في المسيح. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا بعرف انو كان هيدا يسوع يلي لمس قلبي من خلال من خلال الاختي واخواتي الرائعين اشتركوا في القناة انا كتير بحبكم وعن جد عن جد عن جد انا كتير بحبكم وعن جد الربي بارككم وبارك مني اليك وكل قيمين عليه كمانا كنت عم بتقول بتسلم كتير على جويس وبتقول خلاصة بالسلامة وكمانا بتقول انو ان شاء الله كلنا نكون اهل اه قريبا وكمانا بتطلب صلاة من اجل اختها يلي عندها اه امتحان امتحان قيادة بكربة هيك بس بتصلي انو ربي يسعدها ويحميها اه بقى هيدا هوه اشتركوا كتير مبسطنا فيك وهيك دايما نخبرينها بامور نحنا منصليلك للا في معنا اتصال اه في اتصال مين معنا عبدالسلام 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 عودت عليكم بس احد اقول لك ان في كتاب المقدس لا تعني اذن الله في سفر الخروج عربع على اثنين عشرين يقول اسرائيل ابني البكر ويقول يسوع في متى خمسة على تسعة خمسة على تسعة الطوبة للصالحية السلام فانهم سيدعون ابناء الله ويقول في انجيل يوحن عشرين على السبعة عشر اني اصعد الى ابي وابيكم و اله و الهكم فلا يعني هذا انهم اله اله يعني اسرائيل اله لما قال في سفر الخروج عاكدة تقول لفرعون ان اسرائيل ابني الذكر وطانعية السلام يدعون ابناء الله واذا تقول قالوا هذا صوت ابني الحبيب فهذا تناقض مع النص ان يصل ان يقول خمسة على سبعة وثلاثين في يوحنى يقول الاب الذي ارسلني لم تسمعوا صوته قط ولم تبصروا هيئة واناك يقول ان سمعوا صوت من السماء فأيهم الصح فانت عليك مراجعة الكتاب فالكتاب الذي يقول في سفر التكوين ان الحياة تأكل تراث ما اعتقد يعني يتبع الحق ان يتبع والله اني لكم ناصر والله العظيم اني حاب لكم الخير الله لما يسوع يقول حتى يعرفوا انك انت ال اله الحق الله انت مؤارد انت ال اله الحق وانا يسوع المسيح الذي ارسلته فهذا المسلمين يؤمنون بيسوع الذي والله هو الحق والله لو الناس توحد الله سبحانه وتعالى وتعبدوا كما يريد لارتاعوا في الدنيا والآخرة وهي سعادة يقول والحياة الابدي حتى يعرفوك انت انت وانا فيه راسل وفيه مرسول لا يمكن راسل والمرسول واحد والسلال الله لكم والهدانة والجني عن الناس بدي اشكرك كتير ع اتصالك فكرتك اول شي انه يحيا تلعب بيو او خيو ابو يحيا هو ابو يحيا بس اوكي بدي اشكرك ع اتصالك بمحل كمان بالكتاب المقدس بيقول بمحل لازم نوقف لان بيصير الموضوع متل جدل بيزانتي وبكل توضع بيقولك نحنا هلقدم نعرف بس نحنا قوتنا انه لمسنا يسوع وقت صلينا له يسوع غير بحياتنا بدك تقعد انت واشخاص باللهوت مرات مش لانه الاي عم بتناقض هلأ بدنا نقعد نفتح نفتح موضوع له جدل عبر سنين وسنين وسنين ما بقله معنا بالنسبة له في قوة واحدة ما عم تسمعني فيها يا ابو يحيا كمان وانا قلتها يا يحيا في قوة واحدة فيك تقولها تتبرهن لي تصلي اذا بتأمن بي الله اللي انت عم تقول عنه وتخلي انه الله يغير لي فكري لانه في شغلة واحدة للأسف على الارض ما عرفنا نعملها نحن مفتحين بدنا ندافع عن الله وناخد قوتنا ونخلي الناس غصبا عنهم انه يقامنوا لا ما في حدا يخلي غصبا عن التاني الله عطان الحرية مش عم بحكي عنك انا عم بحكي بالمجمل صدقني حتى حرب الصليبيين كانوا مرات يغلطوا انه بدون يقتلوا لسه كلها وقتها يصير في تقتيل بالقصص انا بلاقي انه نحنا للأسف نقصنا من الله قدي هو عظيم خلق الأكوان بالنسبة لقلي بكل بساطة بقلك وعن جد بمحبة ما بدك غير انت بمخضعك مع الله وقتها بتجد لقله انا بمخضعي مع يسوع ويسوع الله اني انا صلي لقلك لانه بحبك وانت متحمس تتقول لكل المسيحيين اللي بيعترفوا بيسوع المسيح انه هو ليس الله بيقوتك ما بتزبط بيقوتي ما بتزبط فينا نحكي من هلأ لمية سنة صدقني انت لازم تعرف انت اكبر مني بالسن وبتعرف بقوة واحدة بقوة الله اللي عم نحكي معه نقدر يا انا غيرك يا انت تغيرني انا هادي نصيحة لانه فينا نحكي كل حلقة كل حلقة كل حلقة وبكرة رح جبلك ايات ورح تضال تقول لي انت ايه وانا قلك ايه تانية انا بعرف انه يسوع المسيح حي يسوع غير حياتي بكرة بخبرك قصتي بتنصدم لا ادوية ولا امور فيها تغير نفسيتي وحياتي انا انا ثابت وبعشق يسوع لانه ما ايجاني مصاري من ورا يسوع ايجاني شغلة واحدة سلام وقوة وسلطان ومحبة وتواضع اني حب الاخر وعطاني قوة بمحلات حب عدوة بقى انا بالنسبة لقلي اسم يسوع كان اذا بدك سحر انا طلقت بيسوع وهو حقيقة لقلي انت صلي خلاص لان الموضوع ما رح يقدر ينتهي طيب يعني اتصال من ابرام بس حبيتنا انا عم نحكي ابرام حبيت فارجيكم صورة بعطلنا اياها على فيسبوك عم بيعزمنا ع اكسبرسو يا جميعا ع اكسبرسو بالاحلام صو هاي ابرام بص تعلواتي اكي في احوالك طبعا الفراح بحبها بتقالو يحبها ما شوية ولا مخمرة. تحب الفريسو. تقيل ولا خفيف. يحبه اه مراكس ولا كده. يعني اللي بدك هي هي الاهدة متى ما اجتمعنا ننصر. بتصير تقيل وسط بدنا ناكل انور. اكيد. متل ما عدنا انا وياك بي مكدونالد. ما وقفتنا لأكل. اه. خلاص انا سكرنا. نشكر الله. نشكر الله. طمنا انت عنك يا اوزا. انا الحمد لله اشكر ربنا طبعا تخبيب اه يعني مش عارف اقول لك يعني حقول ايه بخبط مع نفسي ممكن وصلت لحالة جنون شوية. اه الشيطان اه ارت ايدي عليا شوية. اه وصل لمحالة معايا ان انا ممكن اكفر شوية. اكفر بالن ربنا مستمعني. لما اقول يا رب يا رب رب انا مش هيعود نسمعني. اه. وصل من المراحل كتير بس اه. اه. كل اللي حقوله ان يسوع في ساعة الغضب اللي انا ببقى كنت ببقى ببقى ساير فيه. اه حالة اه. غضب ممكن تقول ايه. ممكن لو حد تحاول يقف قداني ممكن اشيله. اه. اشيله كلمة اشيله دي. ممكن تكون بقى يتشال باكل الدم. وصلت المرحلة في من يومين كده. اه. بس اه. ربنا يسوع في ساعتها. بعاتلي واحد قريبي قاعد يتكلم معايا. اه. واي اهداء ممكن انت انت. قاري عني اكتر وعارف كلماتني الكتابة المكذب. بقوة اكتر. واكتمن يسوع بيحبك. مفيش في ساعتها راح تنكلم. راح تنكلم ابونا. اه. في دار جانبينة جانب البيت. جانبية دار اه. ايتام بتاع اه. يوسف المطاري. اه. مهن. رفت اكلمت ابونا واقعدت اتكلم معاه. فابي قولي انا عندي حالة كذبذف. فطبعا الشيطان بيحب ان انا اتذبذف شوية. بس لما اتكلمت مع ابونا. حشيت ان انا مش بكلم ابونا. حشيت ان انا بكلم يسوع نفسه. ويسوع بيرد علي. عن طريق الكاهن او عن طريق شخص. بس كل اللي اقوله ان يا سوحل. نعم انا كنت وحش وبتعطب عليه. وان يجي حد مسلا يجي يقولي اه ربنا مش موجود. ربنا ما بيسمعش. لا يا سوح موجود. ربنا بيحبنا قوي. والدليل انه هو مستحملنا. ومستحمل بلوينا ومشاكلنا ومصايبنا وخطرينا كلها. بس هو اللي انا انا. انا واثق ومقامل دي. ان انا كل ما ربط دايما على عدو الصبيب. هو الفاتح اجيبي يقولي. يا فرام تعالة. الي انا انا عايزك تتريني جوه حضن. اه كتير? اه انا اولا عجبني ان فيجي قوي ان بتعرض. حشيت السفل اه اللي بتتكلم اه الصبي ده. اه كأنه بتتكلمي انا. وايه بتتكلم لطبق من قلبه. انا معنديش السفل. الطبق المحبة اللي هو كان بتتكلم بيها. انا بقولها لكم انا انا معرفش انا. انا جوايا بحيث ان في مش اه في شر جوايا. اه بس اه بقول له يا رب انا ضعيت من ناحية الخطيئة وضعيت من كل حاجة. بس انا بحبك يعني. اه انا عارف انا غلطت بحق امراتي وحق ايالي وكلهم. وبقول لهم بحققه علي. لو هي سمعيني. اه وبقول لكل واحد انا غلطت في او ضيقت او او بقول له انا قافش. وبقول لكم انا بحبكم اوي. ونحنا كمان. ويسوع بحبكم. وصوري ان انا بزغلكم دايما بمشكل. بالعكس بالعكس. بس انت اخواتي وبحبكم او. اكيد. ونحنا كمان. وافرام دايما تذكر انه انه هيدا جسد المسيح انه بنا نحمل بعض. والاضعف بيجوا الاشخاص اللي بيسوع قويه بيحملوه بيرجعوا الاشخاص بيضعفوا بتانيين وهو بيحملوه. بقى نحنا كتير فرحانين. وما في اشخاص متلك اه هالقد شفافين وطيبين من حبك كتير. اجا شي على راسي بعفويتي وكت عم هيك فكر. وصلي تحكي يحيا وابو يحيا. بس عن موضوع هيك غير شوي غير كليا. وهيدا الشخص اللي رح احكي عنه هو معي بس ما رح اذكر اسمه لانه احتراما لقلو. بقول انه الحياة على الارض بتكون رائعة. وقتا بتيفي مسيحي او بيحكي عن يسوع او بتيفي يمكن مسلم. في شخص اه عنا بتيفي كتير انا بحبه وهو حدنا اه اه هو من خلفية اسلامية وهو مش بس خيلة النا بهون بسات سفن هو من اطيب الاشخاص وانا ولا مرة يقول له اياها يمكن وحتى كتير اشخاص بيعرفوه هو الوحيد هون بيناتنا من غير دين بيقولوا عنه من ارقى الاشخاص وقطيب الشباب وهو مجوز وعنده اولاد بقا انا بدي اقول ليحيا وابو يحيا هون بقلك بتوقف الاشياء بيناتنا انه نحنا اه انا بشوفه بحبه من قلبي ومستعد اه مستعد اه بقف حده حيالله حيالله مرة بيقلي شي وبدي قلو له له هالشخص اللي يمكن ما بيعرف عنه كلنا او هيك اه كل المزيعين اللي هو بيعرفون وهيك شو بيحكوا عنه انه من اطيب الناس هو عارف حاله انا عن ما عم بحكي وبيدي اقول بدي اقول عن فقاد عجمي هو عم بيقلي اني انا اقول انه فقاد يعني يعني ما بعرف اه ولا مرة ايلي له او هو بحس انه من من اطيب الاشخاص يعني بس نحكي ما يزعل حدا مني من الكاميرا مني كلهم منحبهم بس الانسان اللي ما بيحكي عن حدا الطيبة المحبة مش معقول وما بيهمني وين وين فقاد بيهمني انه في نئزة فتحت انا وياه حديث فينا نحكي بالايمان ونشوف وين بعض بس بعرف شغلة واحدة اني هالقد بحبه وكنا اوائل الناس على عرسه من قلبنا يمكن اكتر مرة راح هذا من سات سفن على عرس شخص وعرس فقاد بقى بدي اقول انه 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 لابو يحيا ويحيا انه هيدا الشخص من خلفية اسلامية بس ما في اطيب منه ومنحبه كتير وبتكمل حياة حتى معكن انه مرات ما دروني نقنع بعض بس هالقد يكون في بيناتنا محبة بقى بس حبيت هيك اقول مزبوط معنا اتصال من مجدلين من السودان الو الو مرحبا هلا هلا مجدلين فضلي الو الو انتي معنا على الهوى مرحبا اهلا انا مفصوصة كتير انه بتصفل باكم الليلة ونحن كمان وانبسطت كتير بوجودكم وكتير بنتعزز بصراحة شكرا 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 كتير كمان اه وكمان كنت انا طبعا من السودان نعم وشي كويس انه كلنا مثلا في الشرق الاوسط انه يكون في في المسيح بيوحدنا كلنا في كل في كل بلد يعني احنا بنتوحد لانه احنا بنتعزز مع بعض كتير حلوة عم تقوله نعم وبصراحة من خلال برنامجكم كل خميس قاعدوا انتظروا بصراحة بانتظروا دايما انه اسمعوا كتير مواضيع انتو بتطرحوها مفيدة كتير وكمان عايزة اقول تمام بالنسبة للأخوان اللي المسلمين او من خالقية اسلامية لو وعايزين يشوفوا مسيح الي الاله الحيل ان احنا بنعبده ما فيه ان يشوفوه الا من خلال اليمان الا هم يحسوا زي ما ان احنا حسيناه لانه بيتقلق في حياتنا وبيخش في كل تفاصيلها هو اللي بيشكلنا هو اللي بيصنع المعجزات ومبارح والليلة وبكرة ان احنا بنشق فيه لان هو حي هو الاله الوحيد الحي في كل العالم هو الاله الوحيد اللي احنا بنختنع باو كتير كتير رائع اللي عم تقوليه كتير لمسني وإذا بيشوفوني هون بيقولوا باللبناني تالشعر بدني عالطريقة الحلوة والمنسوحة اللي عم تحكي انت فيها يا مجللين شكرا كثير كنت عايزة كوانا بلاخل انه تصلوا من أجل أبوي وأمي أكيد يا مجللين هم بيعانوا من مرض السفن وانا بسيغ انه بصلوات كل المؤمنين وبصلواتنا مع بعض هم بيشفوا اول المرض يعني بيقيل عليهم شوية حتى ما قلدوا صحة وكلنا مع بعض متشارك في التعزيات بربنا يسوع المسيح كتير 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 مبسطنا باتصالك ما فيك تعرف عن جد مبسطنا اولا مستينة بحكيك البسيط ما بده فلسفة انا حابب تغري صلي وميرجع اكيد منعرف هيك بلك تخبرنا عن شي بس حابب هيك يصلي للأشخاص كلنوا اللي اتصلوا فينا اليوم والإيميلات أكتريتهم يا رب كتير بشكرك على محبتك يا رب محبتك ظهرة فينا لأنه نحنا اذا مسلنا ما بتظهر بس اذا انت مسكوب فينا روحك روح الأدوس اللي بيتكلم انا بعرف انه هايدي المحبة من المسا حتى هلأ يا رب لمست بمجدولين من السودان محبة خيالية انا تأثرت كتير بحكي هالحكي البسيط مثل الولاد بس روح الأدوس عم يحكي يا رب من خلالها باركة باركة يا رب بشكرك انه مين نحنا اليوم بقول ورح ضل قوله لآخر نهار مين نحنا قدام كمالك انت الله الكامل انه نحنا نحكي والناس تنلمس بس انا بعرف يا رب انه الروح الأدوس اللي موجود فينا هو هو بيتكلم واو يسوع المسيح عن يمين الله القاب هو بيشفع فينا بشكرك يا رب على انه نحنا موجودين هون بشكرك عمجدلين من السودان وتلمس امه وبية بعقد ايماننا بس اسم ياسوه العظيم ودمك تلمس ونعرف انه انت قادر تلمس ولا بصلاة ولا بصلاة حدا بس بتوضعنا وامكسارنا باسمك انت قادر تلمس عبد السلام من العراق يا رب انت انت بتعرف كل احتياجاته يا رب بصلي لشخص مريض بمرض السرطان انت بدمك تلمسه يا رب بترجيك صلي لبغوس افرام من مصر افرام الولد الطفل الصغير اللي مرات هلقدي بشوف قلبه متل طفل صغير يا رب هيك عم يصرخ لبيه او هيك بس نكون كتير صغار منخبت عاجر باينا منكون عم نبكي ومزعجين بدنا شي وانت قدي بتغمرنا وبتتحك وبتغمرنا بين ايديك وبتقلنا بحبكن وانت هيدا البي اللي رح تغمر افرام وتنسي الغلط انت نسيت اغلاطنا يا رب وخلص هو اعترف وتاب حتى يا رب بقول لان انت قلت مرته او غير مرته لو غلط معه طلب الغفران ولازم هي تقبل الغفران لو ما رجعت معه يا رب بطلب انه تكسر لها قلبه وتنكسر وتقبل هيدا الغفران رامي الياس بصلي له بصلي لابو يحيى اللي اتصل فينا هلا وانا بشكرك جدا جدا على على ابو يحيى لانه راقي ومحترم على يحيى لانه صديق لقلي انا بحب ياريت كان هو هون تنقعد ليالي مع بعض انت بتعرف يا رب ادي بي كان عنده صديق شيخ بالاسلام وانا عندي اصدقاء من الاسلام بحبهم كتير ويمكن مرات ما منلتقى بالايمان بس نلتقى بالمحبة بشكرك عفو قاد عجمة لانه هو قال انه منقدر يا رب انا بشهد على محبته وعطيبته الرائعة الرائعة يا رب ما في ارقم من محبته ومن تهزيبه يا رب يا رب بصلي لوبان سيمون وبصلي لامه وخيه واخته ما بعرف اذا لوان هو شاب او بنت بس بصلي لقلن كلن اه ولا الاقامة طبعن وبصلي لعبد المنعم انه تباركوا على هال هالتجيع اللي دايما بيشجعنا فيه ولك المجلي افد امين لكن من بعد هدا الصلاة في كان في عنا اتصال من قابي من الامارات بس مشعير في صراحة اذا بعدوا هدا الاتصال بقى هتا نجرب بعدوا قالوا مساء الخير قابي مرحبا مرحبتين انا بعدني ناضل صراحة طنة انه على قل بشي بتشاري كنفرية فضل 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 فانا نور بتعرفني علماء الظن قابي حلبي ملادية قابي انا عمقول قابي حلبي كيفك شو الاخبار مشتعلك يا قابي شو الاخبار سعر الله بسترقلك تمام الحمد لله انا مشكلة عم بقدر اسمعكم بس حابب اعلق على الاخ ابو يحيا وكلمة حبة طبعا الاخ ابو يحيا كان عم ياخد ايات من الكتاب المقدس انا صراحة يعني من حد الايات اللي اخدن الاخ ابو يحيا لقطت وحدة اللي هي يوحنا 14 بس حابب اقرالوا اياها كل اياتا واتمنى انه للكل حتى يعرفوا ان احنا ما فينا نشيط جزء صغير من الايات ونطبق عليه الحكي لانه الاية اللي استشهد فيها ابو يحيا هي اكتر اية تثبت انه الرب يسوع هو الله بيوحنا 14 الاية 8 ايكم نقطع وصار كلام بين فليبوس ورب يسوع ففليبوس قال للرب يسوع قال له فليبوس يا سيد ارينا الاب وكفانا قال له يسوع انا معكم زمانا هذا مدته ولم تعرفوني يا فليبوس الذي رآني فقد رأى الاب فكيف تقول انت اريني الاب هلست تؤمن ان انا في الاب والاب فيها الكلام الذي اكلمكم به لست اكلمكم به من نفسي لكن من الاب الحال فيها هو يعمل الاعمال هاي الاية اللي استشهد فيها اخ ابو يحيا تحياتي كتير لالو عن جد ونحن ربع علمنا انه نحب كل العالم اتمنى هناك يا ابو يحيا عن جد كل محبة وصدق كل محبة وصدق مش لا اي هدف شخصي بس انك لما تقرى الاية ما تاخد جزء منها بل تاخد المقطع كلياته اه تحياتي لالكم انا مش كتير عم بقدر اسمعكم بتمنى انه هالمشاركة تكون فازت هايدي هايدي المشاركة يا جابي رائعة انت بركة اه تعرف انه نحن كل واحد كل يوم نقرأ بالكتاب المقدس بس موضوع تننبش على الهوى ضغري ونقعد نفوت بتفاصيل صعبة انت كنت دعم بجسد المسيح انك تكمل هيدا الاصحاح والاية كتير 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 بدي اشكرك انت بركة تانكيو جابي انك انطرت ونطرناك وقابي انا بوجه لك تحية كتير مشتاق لك جابي اصدقائنا القدامة البلادية شاب كتير رائع وقلب بحلو للصلاة لكن اتصال امل من لبنان امل من لبنان امل من لبنان اوكي الو مساء الخير الو مرحبا الو مرحبا كيفكم نسكر انا كيف انت يا امل انا بوجودكم منيحة كيفكم انتم نحنا منيح شكرا منيح انا دايما بتبايدكم يعني حتى لو في وقت انه ما عم بقدر اتصل بس دايما انا بطبع هالبروغرام كتير حلورة فعلا عجز انا بحييكم شكرا امل انت اللي اتصلت مرة فينا واحكينا عن الغفران بين رجل والمرأة شكرا انا امال 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 مش امل امال اوكي شو بتحب تشاركي معنا امال اه بتحب تسألني انا انا اسألك كنت عم تحضر الحلقة ايه طبعا معنا صداك اه اوكي لا انا مبسوط باتصالك اذا انت بركي بتحب عنديك سؤال لقلنا نبقى نجاوبك عليه او او اليوم الليلة بالحلقة انت عم تحضرها في شي هيكي لمسك او حب تعلق عليه انا بس احب بي ياريتها جد اذا اذا ممكن تترحوا موضوع الصداقة 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 يعني اصحاب اصحاب او الصداقة بين الرجل والمرأة اه صداقة بين الرجل والمرأة وبين البنت والبنت صداقة الصداقة يعني اه أنا عجد أنه بحييكم بحيي كل الاتصالات اللي عم بيتصلوا المشاهدين الكرام يعني كتير مواضيعون وحكيون كتير حلو وطيوب وعجد أنه أنا ما عندي أصدقاء برس بحس أنه أنا ما بيتصل على هالبروغرام برتح كتير 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 برس كتير بحب أعتبركم أخواتي وأصدقائي وأنا بحبكم كتير نحنا يا أمال كتير وبموت فيك ويعطيكم ألف عافية وباي باي شكرا بدي قدي بحبك أسرتيني أكتر لقلك أنا كنت أنا وصغير مشكلتي أني وحيد ما كان عندي أصدقاء كنت نبش بس ما حدا بده يكون رفيق معي بقلك بكل 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 عن جد من جوا تعرفي وقت الواحد يمرق بموضوع ويقوى عليه ويصير عنده كتير أصدقاء ويشوف حدا ضعيف بوجه وعنده ذات الموضوع شو بيصير فيه بيعصر قلبه وبيحس بده يبكي بدي قليك شغلة أنت صديقة وأخت لقلنا بكل معنى الكلمة ما عم زدتها هيك على الهواء أنا بحس مع الشخص اللي ما عنده أصدقاء وبيقلك أنه أنا ظلت صلي ليسوع أنا وصغير لفترة ومن بعدها شتت علي أصدقاء أول أصدقاء بلشوا لإلك بيقلك إياها برغم أنه أنه نحن ما نقراب منك بس شو ما بدك أسئلة تبقس ألينا بليز ولو حتى تحت الهواء جايمي أكيد صديقة لإلك بلا ما قلم أكدي هيدا شي نور تمار وجويس منقلك أنه عن جد أنت صديقة رائعة وأنا هلأ شفتها تذكرتك ومنسيت صوتك وخلص أنت برأى براسي وبقلبك أخيلة إليك بقى تانكيو كثير على اتصالك بس بركي حبيت قبل ما نكمل بس حبيت وجه تحية لسلام سلام عادل عم بيبعات لنا مسجز عن من سكايب وعم بيقلنا أنه هو كمان حبيب يحكي معنا كرمال يرد هيك عنده عنده شي حبيب يرد على على خينا شو رأيت نفتح سكايب فينا نفتح سكايب يلا منفتح سكايب نسح ألا سكايب ايه لي لا أضغري خلينا نكون معه هاتصال فينا طيب طيب وإنتم عم تفتح سكايب رح إلك شي تعرفي شو طلب منك الترنمي أول الحلقة كنت صغير يعني عم بلعب لواحدة بتتذكره شوفي إنه كانت رح تكون الترنيمة رائحة لا أمال بركي أسبوع الجي أمال إذا عم تسمعينا رح تكون أسبوع الجي رح نفتح بهيدي الترنيمة لأن هاي قصة جيمي كمان وقصة رواد كمان ها بقى أسبوع الجي من رأني هات ترنيمة أكيد طب شو رأي كون بركي عنده نور يحكينا على شغلة عن أيمن مظبوط مظبوط هكذا الوقت بتفتح سكايب هلا نحن نأخذ هون بي مني إلك سكوب أكيد فالمرنم أيمن كفروني عمل برنامج جديد اسمه سألوني عن يسوع هيدا البرنامج رح يبدأ عرضه بكلاتة أزار يعني كلاتة شهر جاي يوم الثانين الساعة أربعة ونص على الام تي في مثل ما عم شوف هلأ صور من البرنامج البرنامج هو فكرة أنه بيصديف مشاهي بيصديف ناس نجوم بيشاركوا علاقتهم بالله لأنه أيام إحنا نستغرب أنه هلي ترى شخص مشهور عنده علاقة بالله عنده شي بيشاركوا علاقتهم بالله وبيسألوا أيمن سؤاله هو بيجاوب عليهم بالستيديو مشرجع لكده أنه نحضروا رح ينعرض البرنامج على الام تي في الساعة أربعة ونص التنين رح تبلش أول حلقة ورح ينعاد الساعة ستة الصبح وكمان في الفيسبوك أربعة ونص بعد الظهر وستة الصبح وفي الفيسبوك على الفيسبوك بايد شفينهم كمان يتابعوا واسألوني عن يسوع مثل دايما حضرنا لأيمن كان بركة كل سنة بدي كمان أنا أقول أنه بشكر كتير الله أو الام تي في أنه هني أصدقاء مع أيمن بتعرفوا أنه صار في صعوبة بالتلفزيونات المش مسيحية يعني مش بتحكي كل الوقت عن يسوع أنه يطلعوا هيك برنامج بدي أقول عن جدك أنا بشكر الام تي في لو ما عم يسمعونا وأيمن الله معك دايما رح يكونوا أنت بركة رح ينعرض على الساعة سببا بعد الفترة أكيد اتصال اتصال كمان اليوم عم بتشتق اتصالات وعنا سكايب كمان أكيد عنا سكايب وسلام سلام يلا 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 بس نطرنا خوية صغيرة خلينا بس ناخد الاتصال من يوسف من سوريا يوسف ألو ألو حبيب القلب يوسف مرحبا يا يوسف أي يوسف سلام المسيح سلام المسيح سلام المسيح المحموبين الإله القدوس يسوع المسيح المباركين جويس سامار جيمي نور غوات سلام المسيح من وجه لك تحية يوسف أنا أحداً أعلق لأبو يحيا أحدله سلام المسيح في الحلقة السابقة تكلمته وأنت لم تجيب على طوالي أخبرتك باب الله هل يفتح عند الجسد أم لا لماذا تتهرب من الإجابة وقد تكلمت بأن آية الهداية لماذا تأخذ نصف الآية حتى في كتبك ونحن الخبراء في كتبك الله عندك يقول أهدي من أشاء وأضل من أشاء من هو المضل يا أخي أبو يحيا من هو المضل في سورة الشمس سبعة وثمانية لكن عم نسمعك يوسف تركينك أنت تحكي في سورة الشمس سبعة وثمانية النفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها من الذي يلهم الفجور يا أخي أبو يحيا تكلم يا أخي طيب في سورة الإسراء 16 وإذا أردت أنه لك قرية أمرنا مترفيها ففتقوا فيها ودمروها تدميرا من فمك أدينك وأنت تقول بأن المسيح ليس إله في كتبك يقول في سورة الزخرة على رقم واحد أدى المسيح ابن الله سيأتي حدما مقصطا سنأتي للمفسرين التبري أبو القرطوي سيقول بأن المسيح هو الديان العادل ومن هو الديان العادل فهو الله فإذا المسيح هو الله بشهادة كتبك فأين أنت من هذا يوسف في سورة العموان 45 كلمة منه وروح منه وهو رجي في الدنيا والآخر إذا أنا أخبرتك يا أبو يحيا أنا كلمتي مثلا شوط شدمت أو شدمت أي إنسان وحاش لي أن أجتمع حدا فأقول لك أن هذه كلمتي هي الذي قالت فقل لا هذا أنت أقول لك لا هذه كلمة تقول لي أنت لا هذا أنت إذن كلمة منه إذن هو الله يوسف كتير 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 بدي أشكرك عم بديء الوقت معنا بشكرك ع حماسك وأكيد عم تحكي بمحبة بس أنت محمس لأن أبو يحيا كان معنا منيح ويحيا كتير بدي أشكرك لأن كل حلقة بتلاحق موضوع وعم بقلك أنت بركة ودعمك قد ما الحلقة اليوم فيها حماس لكل اللي عم يبتصلوا جورج مكين صديق وخيلة إلنا منسة سبع عم يتلفن حبين نحكي ونعرف جورج وبدو يقلنا هاي جورج هاي رواد أنا ممكنتش عايزة أتصل واخد من وقت المات بالعاكس أنا بتابع الحلقة واتلمست جدا بالطريقة اللي انت بتتعامل بيها مع حداياتنا اللي بيتصلوا زي ما انت قلت بحب بيقولوا إن احنا نفهمين غلط أو إن احنا عندنا مشاكل في فهم أنا أعتقد إن اللي انت بتقوله ده هو إن احنا نحتاجينه اليومين دورت إنه بعيد عن المفاهيم اللغوتية والاختلافات العقدية لأنه اللي احنا عارفين إنه الله الغير محدود للمحب يتواصل مع البشر واستخدم الكلمة المكتوبة سواء كان فيه منا المسيح في الكتاب المقدس أو زي ما أخواتنا المسلمين بيؤمنوا في القرآن الكلام المكتوب ده هو برد من قطيته صعب قوي نقدر نقول إنه هو بيحتوي الله الله أكبر وأعظم من تحتوي الكلمات لكن الكلمة المكتوبة ده بتقول إنه المسيح هو كلمة الله في القرآن هو كلمة الله كمان فداما تقولت إخنا كل اللي تنؤمن دي إنه الله الواحد هو المحب لما حد يتواصل مع الإنسان ويعلن عن نفسه ورنا نفسه من خلال شخص يسوع المسيح ده الشخص المحب إنه إبن المحب يضحب نفسه عشان يعلم محبة الله دينا ومن المهم في الآخر بعيد عن اللغوت وبعيد عن الأفكار اللي ممكن يتجادل فيها من أبدا إنه إنت فين من محبة ربنا دينا إنه لو كان الله بيشبك جدا وعايدك تبقى فرحان بي وفرحان في الحياة اللي فيها صعوبات وفيها ناس بتقتل بعض وناس بتهجر بعض وأوضاع صعبة بتكسر قلوبنا كلنا وناس بتقتل بعض حتى بإسم الدين ساعت إنت فين من محبة ربنا دينا إنت فين من إله بيقولك أنت مش لوحدك إنت فيه ناس بتحبك وإنت مطلوب منك أن انت تتنيني من حبه فتحب الناس كلها أنا بس حبيت تتصل عشان أقول إنه ربنا يبارككم في الآخر المهم هو محبة ربنا أنت بتقول عليها ديب مش ممكن أبدا تقنع إنسان بس باستخدام اللهوت والأفكار الله بيلمس الناس بالحب وإنه هو كلام مقاد من الروح القدس وأنا بصالي ربنا يبارككم واستخدمكم أكتر واكتر من تشجيع ناس محتاجة تتلمس معكم كتير بشكرك جورج هيدا تشجيع لقلنا أنه بعرف أنه كل نهار بتكون تعبين كيف إلك جلابة تحضر بالليل مني إلك بس عن جد لمستني وفرحتني وكنت مركز على الحديث وحكيت بطريقة محبة الله ذات الشي بحب وبمحبة وبشكرك كتير على اتصالك رح نتوصل نحن بالسلام لأن نصر له في الاتصال لكن خلينا ناخد الاتصال أكيد ألو مساء الخير سلام مرحبا كيفك أنت نشكر الله أنتم كيفكم نحن كتير مبسوطين فيك فكرتك مسافر يا سلام لا حبيبي أنا حاليا ببغداد عم كمل جامعة أوكي ويعني هي فترة أرباح تشهر إن شاء الله وراجع على أربيل حتى كمل مع الشباب وكمل شولي هون كتير منيح شو السلام بدأ تشارك معنا شي أنا حبيت يعني أوشي بس أسلم عليكم كان من البداية بس حبيت مداخلة أبو يحيا كثير أنا فرحان إنه أخوناس تبحث واتوفق الكلمات وتذكر هذا شيء كثير إيجابي وقدم الموضوع بكل احترام وحاب إنه يساعد أو يفهم في نفس الوقت أنا بس حبيت أشارك ببعض الأمور الكتابية وبعدين بس أمطي وجهة نظر سريعة حتى ما أفض بكثير وقت أكيد من إنجيل يوحان صفاح الأول أتوقع إلخصت سلام عم تسمعني نعم بدي بس منك فيك توطي صوت التفيتا نسمع صوتك أوضح لأنه عم يجي الصوتين مع بعض يعني قبل ما تبلش تقرأ بس وطي صوت التفيتا نسمع صوتك بوضوح أوكي أوكي لكن لأنه أكيد هلأ هلأ منقدر نسمع الرسالة أوضح كنا عم نعرف كل شيء بس هلأ صار أوضح لألنا أوكي تفضل من إنجيل يوحان صفاح الأول يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هو في البدء كان عنده الله كان كل شيء وبغيره ما كان شيئا مما كان فيه كانت الحياة وحياته كانت نور للناس والنور يشطف الظلمة والظلمة لا تقوى عليه هذا الشيء وماما كمان سألكتني بآية من إنجيل تماني إنجيل يوحانا صاحا 14 تحكي عن نفس الموضوع سور إذا طول عليكم لا أبدا نحن أريني يحن أريني يحن أريني عم يقول لا تطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي أيضا في بيتي أدي منازل كثيرة وإلا لما قلت لكم أنا ذات من لهيئ لكم مكانا ومتى ذهبت وهيئت لكم مكانا أرجعوا وأخذكم لتكونوا حيث أكون أنتم تعرفون الطريق إلى حيث وأنا ذاهب الآيات كثير واضحة لا يخفص في جيل يوحانا وفي آيات تقول مثل من رآني وقد رأى الآب أنا والآب وحد كلها دفعت في مثلنا ليسلطانا أعطيها وليسلطانا أسردها الإنجيل كثير واضح لكن إحنا في رأيك كمسيحيين ما قد ضرورة أنه لازم ننطق لازم نجيب الله ونحط المسيح ونحط مقارناتها كمسيحيين إحنا مؤمنين من نشيلين ومعشنا ومسنا ولهذا إحنا نتافع عن إيمان ونفرح ونفرح إذا كان هتولا نحس نسترقونا بهذا الفرح وبهذا الإيمان إحنا نفسنا كمسيحيين في بعض أحيان نقف في هذا الفرح ونحس أنه مرات الله والمسيح كثير من ثلاثين لكن خبرتك من أعواد وزويس أو تيمي أو خبرت كثير ناس من المسيحيين اللي مرت على حقيقة اللي فاتت أذبت أنه المسيح حقيقة وحياة وهو حريق أسست الكنيسة على ما أكبر شهداء كانوا دافعون عن هذه الحقيقة المسيح نفسه دافع عن هذا الشيء قال منكم يبكتني على خطيئة المسيح هو الوحيد اللي ما كان فيه خطيئة في القرآن يقول لا يغفر الذنوب إلا الله المسيح كان يغفر الذنوب وكان يقيم الموتى وكان يسيطر على كل المشاكل الطبيعية كان يغفر سواء العباصف وإلى آخره كان سلطان على أنه حتى يغفر يقيم نفسه عن الموتى هذه الأمور قد تثبت أنه المسيح هو الله لكن أنت كواد أو كل موسيس مسيحي لا يتعاقل مع المسيح لأنه هو الله لكن معاك أخ صديق وكحبيب إنسان قريب حياتنا والله حين من صورة الله هي جداً بسيطة والمحبة هذه كل الأشياء كان يكيد الله يثبتها في حياتنا أن نكون موسى سلام سلام بدي أشكرك كثير كثير وسلم لي ع أمك جاندارك الوقت عم بيدهمنا مش لأن طولت أنا كثير مبساط باتصالك بس لأنه عم بيقطي شصار الكلام ما عم نقدر رفهم ومزبوط كثير كثير مبساطنا فيك وسلم لي كثير ع جاندارك وعفايز وهيبر وبيز اتصل مرات فينا كثير منفرح وقتها بتتصل فينا بدنا نشكره كثير ع اتصاله ونقل له كمانا حاب يقل له أنه إذا حبيت كمانا ترجع ما بعرف في كلام ما هيك ما وصلت وحابي بتوصله رجع بعط لنا مسج على فيسبوك ايه اكتبنا شي على الوال اكيد وصل لقريب الأول كان كثير واضح ومسموع ناخد اتصاز كاب من انتقل مباشرة لكليب من بعده لين فخورة مساء الخير لين مساء النور كثوم نشكر الله كيدك انت شاهل السورة مهضومة اول شي انا بدي اقولكم انه شكلا كثير على البرنامج انا انا نعم انا اسمعي انا بدي احب اوكي عم تسمعوني مني نعم نعم انا بدي اقولكم انه انا صراحة جديدة عم تتابع برنامجكم كثير حبيت انه فعليا عم بيسهر هيك المسيح الحقيقي فينا او بدي اقول انه عن جد بدي اشكر الله لانه هو كل مرة بيتسكر قدامنا باب لكن هو بيرجع بفتح قدامنا باب كثير امين فعدد بدي اشكر كثير وحابة كثير احكي انه كل حدا اه عم بيحاول انه يسأل او او يستفسر انه مين هو المسيح بدي اقول له انه لو انه بس يطلع على اختبارات الناس وكيف فرقت حياته من بعد المسيح ممكن حيفهمين هو المسيح الحقيقي صحيح 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 يا لين لين بدنا نشكرك كثير وانت اول مرة بتتصل فينا مش هيك او مزموك حضرتك من الاردن او من الاردن اوكي لانه اللهجة هيك كثير انبسطنا فيك وشجعتينها كمان واكيد الاشخاص وصيت الرسالة اللي انت عم بتقوليها بتحبي بعض تضيفه شي او لا بس بدي اشكر بدي اطمئكم انكم تفضلوا لي لانا يوم الاحد في عندي انتريبيو او لا شغل واحنا عاي يعني اشكي دي بس نجاتفة بس بدي اطمئكم انتريبيو اكيد لين بنشكرك كثير وهلأ رح صلي مباشرة ودغري من بعد رح نفوت على كليب انا في ارضي مغروس لكل الاشخاص وخصيصا لسوريا رح صلي للاشخاص اللي هلأ حكيونا يارب بشكرك على كل الاشخاص اللي حكيونا لين بين ايديك والانتريبيو تبعه والشغل وكل التحديات انت بتفتح البيب ولايس من يغلك يوسف من سوريا هو بركة 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 فيد يا ربي محبتك وحميه بترجاك قديه عنده شغف وقديه هو بيحبك امال من لبنان هي اخت ورفيئة لقلنا من حبة خليها تلمس محبتك يا رب هي بتتأثر مش لان احنا بس لان عم بتشوف الروح القدس والصورة طبعك فينا لان انت الرائع وانت المحبة وانت كل شي يا رب جابي من الامارات بدي اشكرك عليه قديه هو طيب ورائع هو بيكمل جسد المسيح وقديه عنده محبة وغيري على اسمك طي خبر اخوتنا كمان اللي هنه ابو يحيا ويحيا بشكرك عجورج مكين اللي اليوم عن جد كين بركة لقليه اول مرة بشوف هيك من خي دعمي من سات سافن على الهوى بشكرك لقليه بليز باركو ولمسه مثل ما هو الليلة باسمك لمسنا بشكرك يا رب ولك المجد للأبد امين 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 انا في ارضي لمغروسة قبل أشجار الزيتون انا لعرضي من دور حتى تُمضى العنون أنا في أرضي مغروس قبل أشجار الزيتون أنا لأرضي مندور حتى تمضى العلوم هنا شمسي هنا مجدي هنا قلبي يناديني هنا شمسي هنا مجدي هنا قلبي يناديني فكيف أغيب يا وطني وكيف لحبك أخون أنا مغروس في أرضي أنا مغروس في أرضي وطني يا أرض أجداد يا عشقها وحبها المجنون لو جارت علي أيامي بعيدا عنك لن أكون وطني يا أرض أجداد يا عشقيا وحبيا المجنون لو جارت علي أيامي بعيدا عنك لن أكون هنا شمسي هنا مجدي هنا قلبي يناديني هنا شمسي هنا مجدي هنا قلبي يناديني فكيف أغيب يا وطني وكيف لحبك أخون أنا مغروس في أرضي تريد какая مغروسة تريد أن أب kritي boo في عنا إيميل من أيمان في أيامي في شخص كتير كتير بأدرك Yeah, Nour وحبب أدرك على الهواء ويقول أنه يشه كتير لأنه эк Onu��yszه كتير لأنيENS بيجوائب على الأسئلة تحت الهواء فحابب ب generals شكرا لك والرب باركك لأنه عم تعمل هيدا الشيء شكراً يا عامي وبعد في كمانا إيميل كتير مهضوم وحلو وبيعبر عن فرح وهيدا الشخص بيقول بيقول مسأل خير أحبائي في برنامج مني إلك كنور ورواد وجايمي أنا رشيد من المغرب منيد مدينة صفرو حاب أقول أنا عشت مبارح أحلى يوم بحياتي لما زرتني ريتا ومرون من قناة الساد سبعة عملنا لقاء حلو كتير وقعدكم أني رح أبعد لكم كل التفاصيل مع صور عن قريب وياريت لو تدعو لقال لي بالنجاح وأكون كاتب روائي مع أني أنا كاتب صحفي سلامي لكم جميعاً وخصوصة إلى النوج لك أنا منسلم عليهم بدي أقول في كتير إيميليات هايك ما لحقنا كانت الحلقة رائعة ما نسي ولا إيميل ولا أسامس بس لأسبوع جاء ورح نسمع آخر ترنيمة سوا أنت تحطم قيوب وأنت تكشف الأسراء وكل قلب في جمود بلمستك يحالنا أنت بالحب تسود أنت تهدم الأسواها وتخلص من يعود أنت قدوس وباء والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد فاسمع لنا واملاءنا بروحك من جديد ويشهد سلوكنا ومعك شيئاً ومعك شيئاً أنت تمنع حسلاها أنت تغفير الشرور أنت تستور الأثار أنت للقلب سرور أنت للنفس شفاها والأيام إذ تدور أنت تضمان السماء والآن أنت والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد فاسمع لنا واملاءنا بروحك من جديد فتهتفاً عماقنا ومعك شيئاً لنريد ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد ولنا أنت بيننا ولست عنا ببعيد فاسمع لنا واملاءنا بروحك من جديد فتهتفاً عماقنا ومعك شيئاً